أول نصيحة الحقيقة عايزة أقول كلمة عن علاقة المواد الغذائية دي كلها ببعضها وإزاي إن التوازن وعدم المبلغة وبرضو عدم التهاون هم مفتاح الحصول على كل فوائد الأغذية أضرب لكم مثل يعني عشان تفهموا قصد أنا قلت لكم مثلا إن الزنك والحديد يساعدوا الجسم على امتصاص النحاس الزنك والحديد يساعدوا الجسم على امتصاص النحاس بس في الوقت نفسه لو زادت جرعات الزنك والحديد خصوصا في المركبات الدوائية اللي بنقعد نخدها دي يقوم الجسم ما يمتصش النحاس فهمتوا قصدي يعني كل حاجة لازم تبقى بالمعقول ولازم تبقى بالمضبوط نفس الحكاية مثلا لما تزيد مركبات فيتامين به فيتامين به المركب فيه كده دواء كده قراص يقولك فيتامين به كومبليكس المرك حلو حلو آه بس لو زاد عن الحد في الجسم ها تقل يقل الكالسيوم فدي حاجات مهمة قوي التوازن يا جماعة مطلوب لا مطلوب ان احنا نبقى أوفر ونبقى زيادة عن اللزوم في أخذ الأدوية والفيتامينات والمعادن وأنا أظن يعني ما بتزهقوا مني لما قلوكم الفيتامينات والمعادن دي أدوية المركبات الدوائية فيتامينات والمعادن مصادر غذائية كله زي ما انتوا عايزين بس برضو ما تزودوش يعني كله زي ما انتوا عايزين واستفيدوا وخلوا أجسامكوا تستفيد وكل الأعمار هتستفيد الأطفال وكبار السن والشباب والزوجات والبنات والولاد الصغار وهكذا تمام طيب تاني نصيحة عايزة أقولها إن لازم بقى فيه ضرورة للتركيز والوعي الحقيقي بقيمة المواد الغذائية زي ما لسه بقول في صورها الطبيعية وعدم الاستسهال أو اللجوء للمركبات الدوائية إلا في الضرورات الطبية فقط ما فيه حاجة اسمها الضرورة الطبية يعني فيه مثلا زوجة حامل ومستوى الحديد عندها ناقص فالدكتور أو الدكتورة اللي بتابعوها قرروا إنهم لازم تاخد حديد لازم تاخد فوليك أسد ليه فيه مصادر غذائية مهمة على فكرة كل الدكاترة الكويسين يقول لك اوعي تهملي في الأكل وتاكلي كبدة مرة في الأسبوع وتاكلي لحمة وتاكلي عتس وتاكلي رمان أو تشرب عصير رمان وهكذا خلاص لكن ممكن يكون فيه احتياجي بقى دي اسمها ضرورة طبية إنما بلاش اللي هو إيه نقوم كده الصبحية ناخد فيتامين به المركب وناخد زينكو وناخد فيتامين سي وناخد يا عم طب ما تاكلوا الحاجات دي ما هي موجودة في عناصر غذائية جميلة وفرش ومش دخلة في عملية دوائية وهكذا دي نصيحة مهمة برضو أوي أحب إن أنا أقولها على حضراتكم تالت نصيحة بقى كان موضوع تكلمت عنه الحلقة اللي فات وقلت إن أنا هكلمكم عنه عن مكسبات الطعم الحياة ده موضوع كبير قوي يعني موضوع كبير قوي وموضوع مش شائك ولا حاجة بس هو موضوع كبير لأنه الموضوع فيه حاجات مظبوطة وفيه حاجات شريرة جدا يعني في دول كتيرة جدا بيكون فيه إلزام إلزام إن أي مادة غذائية كده بسكوت عصير حلويات بتاع لازم يكتب المكونات بتشوفوا كده بتمسكوا البتاع تقروا المكونات صح كده لكن فيه بلاد تانية ما بيعملوش كده بيتحايلوا على الموضوع ما بيكتبوش الحاجات دي وبتتبعوا وهكذا هتقولولي تم فيه رقابة آه طبعا بس المسائل دي بتبقى فيها فلتان كده من الرقابة في ده في كل دول العالم على فكرة فأنا عايز أقول لحضراتكم إن فيه مواد محددة إذا لقطوها يعني وإنتوا بتقروا كده ابعدوا عنها على طول زي إيه زي مادة اسمها إي مية هتلقوا كلمة إي حرف إي مية وإي مية واثناشر وإي مية سبع وعشرين خلاص وإي متين وعشرين وإي متين سبع وعشرين دول هتلقوهم في البسكوت وموجودة فين بقى في الحلوات الطرية تمام كده الحلوات الطرية اللي هي زي الجيلي والحاجات اللي بيجيبوها العيال كده على طول الأطفال وتلاقيهم بيبعوها في الكشاك وحاجات زي كده وعودوا يأكلوا فيها المواد دي خطر المواد دي خطر قوي برضو في مادة تانية اسمها إي مية وخمسين دي بتضاف لبعض المشروبات الغازية في مادة تالتة اسمها إي متين تسعة واربعين دي بتضاف لأ الإي متين وخمسين بتضاف لبعض المياه الغازية والمقارمشات في مادة اسمها إي متين اتنين وخمسين دي بتضاف للحوم المدخنة وبتضاف للصصات مش بتلاقوا فيه حاجات بتتبع كده الصصات فانتو لو قريته بس إي متين اتنين وخمسين لا إي با دا خطر وبتضاف لبعض الأجبان لبعض الجبن خلاص طيب الحقيقة أن المواد دي كلها بتؤثر سلبيا يعني يعني مكسبات الطعم والحاجات دي كلها بتؤثر سلب إي خطرتها بتأثر جدا على مراكز مهمة أو في المخ زي مراكز التركيز ومراكز انتباه الحركة وبالتالي كسر التناول هذه المواد عند الأطفال مثلا غير بقى التساوس وغير بقى زيادة الوزن وغير وهكذا لا دي بتؤدي المشاكل في التركيز فعلا وممكن تعمل فرطة حركة وتعمل سلوك عدواني عشان كده العيال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير الأطفال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير المقارمشات والحاجات اللي هي الجلي والحاجات اللي مش عارف إيه والبسكوتات كده المجهولة دي والحاجات دي كلها بيكونوا عندهم قابلية أكتر لدقص التركيز وفرطة الحركة وتشتت الانتباه فأرجوكم أرجوكم أرجوكم ابعدوا الحاجات دي عن إيدين ولادكم نصيحة برضو مكملة بقى لنفس الموضوع بس الحضراتكم بقى ككبار وللأسف أنا بشوف أن في عائلات بيروحوا بولادهم مطاعم مخصوص عشان الصوصات بتاعت الجبنة السائلة يعني تبصت لقى وتروحوا مطعم كده وتلاقوا فيه مكانة كده وتلاقي مسكين سندويتش ولا مسكين مش عارف حاجة ويعملوا كده زي مكان الأيس كريم ده وتلاقي نازل منها المفروض أن ده جبنة بس عايزة أقولكم دي مش جبنة يعني أنا مش عارف أنتوا عارفين الحكاية دي ولا لا بس دي مش جبنة دي بتكون عبارة عن دقيق ودهون ها وأحيانا بقى للأسف للأسف يعني مواد مطاطية مواد مطاط يعني بتاع بس بيتحط عليها مكسبات طعم مكسبات طعم الجبنة فبتبقى أكناها جبنة وهي مش جبنة ودي شديدة الخطورة على الصحة فأنا بحذركم منها وبحذركم عشان خاطر نفسكم وعشان خاطر ولادكم يعني دي حاجة مهمة قوي ابعدوا عن الحاجات دي لو عايزين جبنة هاتوا جبنة معروفة هاتوا انزلوا كده هاتوا الجبنة المعروفة خلاص وبشروها انتوا في البيت أو اشتروها في المحل وخلوهم يبشروها ويبقى انتوا عرفتوا ان الجبنة دي انتوا شفتوها هي كده وبتحطوها بقى على بيتزا بتحطوها على مكارونا بتحطوها على تق وما تزودوش برضو منه لان الدهون فيها بتبقى كتير بس دي الجبنة المعلومة انما صوصات الجبنة خطر جدا فأرجوكم خلوا بالك لان فيه مطاعم يعني سر شهرتها الموضوع ده يعني ان الناس بتروح لها عشان الصوص بتاع الجبنة ده يعودوا يمسكوا كده فتلاقي الجبنة نزلة زي ما كون من الحنفية كده وده غلط جدا زي ما اقول ودي مش جبنة زي ما لسه بقول النصيحة اللي بعد كده عايز اقولها لحضراتكم هي نصيحة عن ان فيه كتير قوي من الاطفال ما بيأكلوش المأكلات البحرية يعني كتير قوي من الاطفال ما بيحبوش السمك بانواعه انا لاحظت الحكاية دي وانتوا اكيد ملاحظين الحكاية دي وطبعا ده غلط لانه المأكلات البحرية فيها فيتامينات A وD وفيها فيتامينات به 6 وفيها 12 وفيها كالسيوم ومغنيسيوم وسوديوم وكابريت وحديد وزنك ونحاس ويود وكروم وفوسفور وكلورايد وفلورايد وسيلينيوم كل دول موجودة في المأكلات البحرية فتخيلوا بقى لما يتلاقيوا طفل كده لا السنة ولادي ما لهمش في السمك حضرتك او حضرتك كأب وحضرتك كأم حرمين ولادكو من كل العناصر اللي انا بقول عليها دي آه في مصادر تانية إنما دي غنية قوي المصادر دي المأكلات البحرية غنية قوي بالمصادر اللي هNA ليس اقيل فبقى هنا في ضرورة لتنويع طرق إعداد الأسماك والمأكلات البحرية نوعوا بقى في الأكل يعني ممكن يكونوا العيال أنا آسف يعني بقول العيال يعني عشان ولدنا يعني ممكن يكونوا بيحبوش سمك المشوي وم يحبوش سمك بس تتصرفوا بقى اعملوه في الفرن يعملوه في الخضار يعني يتصرفوا أنا معرفش بها تصرفوا زي أنت العيال لازم تأكل سمك وتأكل مأكلات بحري تمام سادس نصيحة عايزة أقولها هي نصيحة للمرضى اللي بياخدوا مدرات للبول ودايما اللي بياخدوا مدرات للبول دول اللي بيكون عندهم المرضى بتقع ارتفاع ضغط الدم في ضرورة لأي حد ودي من الأدوية أو من الأمراض المزمنة زي ما احنا بنقول يعني ما فيش مريض ضغط دم بياخد الدواء كل ما يفتكر لا ده بياخد الدواء كل يوم وحنا كذا مرة في اليوم فيه هنا ضرورة لو انت حضرتك أو حضرتك سواء كبار أو صغرين أو شباب فيه شباب دلوقتي كتير عندهم ارتفاع في ضغط الدم لو بتاخدوا أدوية مدرة للبول يعني اللي هي بتساعد على نزول البول كتير لازم تراجعوا حاجات محددة بالتحليل ولازم تنبهوا الدكتور لكده أو الدكتور أكيد منتبه ولو مش منتبه نبهوه لازم تراجعوا مستوى الكالسيوم والماغنيسيوم والسوديوم والبوتاسيوم والزينك ليه؟ عشان الحاجات دي بيتمنع امتصاصها في الجسم مع الأدوية المدرة للبول زي ما سمعتوا مني في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت فيهمتوا قصدي؟ طيب ايه النصيحة اللي بعد كده؟ نصيحة للزوجات اللي بياخدوا أقراص منع للحمل تمام؟ أقراص منع الحمل ضرورة يعني أي أسرة بتبقى عايزة يعني بتنظم النسله وهكذا طب وهي أقراص منع الحمل مدرة؟ لا مش مدرة بس في ضرورة زي ما لسه ما بقول على ضغط الدم المرتفع أي واحدة سيدة زوجة بتاخد أقراص منع الحمل لازم تبقى فيه مراجعة دورية لإيه؟ لمستويات فيتامينات به 2 وبه 6 وبه 12 والفوليك أسد والزينك وفيتامين سي عشان الفيتامين سي خلق إحنا يعني تمدي جسمك بيه على طول إنما بقيت الحاجات لازم تبقي منتبهة قوي إنما بقاش فيه عنصر من دول ناقص لإني زي ما سمعتوا كده وزي ما هترجعوا إن شاء الله للسوشيال ميديا عارفين كل واحد من دول إيه أهميته للجسم ده بيعمل وظائف رهيبة فيبقى أنت بتاخدي أقراص منع الحمل بتحققي الهدف المطلوب صح؟ ربنا يكرمك ويساعدك ويضلل عليك وبرحمته وأسرة جميلة بتوفوا كل احتياجات أطفالكو لكن ما يبقاش حاجة على حساب حاجة النصيحة اللي بعد كده سواء كبار أو أطفال بياخدوا أدوية لعلاج التشنجات في ضرورة لمعالجة مستوى فيتامين دال أو اللي هو فيتامين دي والفوليك أسد وبيت ناشر وفيتامين سي برضو أدوية الحموضة اللي ناس كتيرة قوي بتاخدها عمال على بطال والسبب على فكرة الناس بتاخد أدوية الحموضة ليه؟ عشان الأكل المقلي والأكل الحراء وهكذا بتؤدي إلى نقص الحديد وفيتامين به واحد والماغنسيوم وبه 12 وهكذا أرجوكم برضو النصيحة اللي بعد كده استخدموا المضادات الحيوية المضاد الحيوي ده تستخدموه بتعقل مش بشكل عشوائي مش بشكل متكرر لأن المضادات الحيوية زي ما سمعتوا مني بتؤدي لنقص عدد كبير جدا من الفيتامينات والمعادن في الجسم زي فيتامين A والD وK وB1 وB5 وB6 والفوليك أسد والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والسوديوم والبوتاسيوم كل دول الحاجات المهمة دي تنقص مع الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية برضو المسكنات تؤدي لنقص الفوليك أسد وفيتامين C والحديد دي حاجة مهمة قوي يبقى احنا ما ناخدش مسكنات كتير عشان كمان معدتنا تمام الشاي بكثرة يؤدي لنقص الحديد والزينك والبوتاسيوم الإنوسيتول ده خلاص والإنوسيتول كمان بينقص بالشاي اللحوم المشوية وطهي اللحوم لفترات طويلة بيؤدي لنقص فيتامين B6 والحقيقة أننا يعني في الأيام الأخيرة كده بشوف على السوشيال ميديا إعلانات ومطاعم يقولك إيه السلحمة دي بتقعد تستوي 12 ساعة و14 ساعة آه يا بتبقى طرية وكل حاجة بس انسوا بقى الفوائد اللي فيها عشان تبقوا فا بعد كده أن احنا نكون عناية بس قصدي خير الأمور الوسط يعني مش لازم أروح أكل لحمة مطهية لمدة 12 ساعة تمام؟ النصيحة اللي بعد كده إن أدوية علاج النقرس لو حد بياخد أدوية علاج النقرس يراجع مستوى اليوريك أسد عشان لو اتزبط ما ياخدهاش من غير لازمة وبرضو ضرورة مراجعة الحديد والبوتاسيوم الناس اللي بتاكل اللب كتير معرضة لنقص الحديد والزنك قللوا اللب أو يمنعوه وفيه أهمية كبيرة جدا زي ما سمعتوا مني في الحلقات للخميرة خميرة موجودة يعني فيها فيتامينات به واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وفوليك أسد وبيوتين وماغنيسيوم أنا بقولي الكلام ده ليه عشان فيه ناس اللي هو ما بيأكلوش عيش خاصة أنا ما باكلش عيش خاصة ما فيش حاجة أسمعها كده الخميرة بتدخل في كل أنواع الخبز تمام وهي لازم تتاكل جوه الخبز لأنها لوحدها كده لا تؤكل حقيقة تمام والأسف الناس دول بينقلوا السلوك ده لأطفالهم فتلاقي الأطفال بيبصوا كده لماما وبابا اللي ما بيأكلوش عيش فيطلعوا هم كمان ما بيأكلوش عيش تمام أرجوكم رجاء خاص وشخصي وحار ارجعوا وشوفوا الحلقات التالتة دي التلاتة الخاصة بالتغذية الحلقة دي الحلقة السابقة والحلقة اللي قبلها